بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وعددا من المسؤولين في كردستان مجمل الأوضاع العامة في البلد وتوحيد الموقف الوطني فضلا عن ملف إجراء الانتخابات المبكرة وأكد الكاظمي أن الإقليم جزء نساس ومتكامل من العراق والحوارة والدستورة هما الخيمة التي تؤمن مستقبلا آمنا للملان مشيرا إلى أن التنسيق بين القوات المسلحة والبشمرقة ساعد في صنع الانتصار على عصابة داعش الإرهابية مبينا أهمية التكامل في المواقف بين الحكومة الاتحادية والمركز من جنبه عرب بارزاني عن سعادته بزيرة الكاظمي مؤكدا توافر النوايا لدى الجميع لبدل الجهود في الإصلاح وحل الملفات العالقة بين الجانبين